مجرد أقويل وما فيش جزء تاني في رمضان وممكن ما يكونش فيه جزء تاني من الأساس تصريحات مصيرة وصادمة من الفنانة هلا صدقي عن الجزء تاني من جعفر العمدة مش هتسدق الفنانة هلا صدقي فجأة الكل بتصريحات من العيار التقيل عن حقيقة وجود جزء تاني من مسلسل جعفر العمدة من عدمه في رمضان اللي جاي مش بس كده لكن كمان عن تفكير صناع العمل في التجهيز لجزء تاني من المسلسل بشكل عام بعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء التاني من العمل كان عن طريق محمد رمضان اللي أعلم بنفسه عن التعاقد على جزء تاني من المسلسل رمضان نشر صورته وقت التوقيع وقال وقعت عقد مسلسل جعفر العمدة الجزء التاني بعد ما اتطمنته إنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير إنتاج ميديا هب وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي رمضان 2024 يجمعنا بإذن الله لكن بعدها انتشرت أنباء كتير عن خروج مسلسل جعفر العمدة من السباق الرمضاني اللي جاي عشان يخرج محمد رمضان في تصريحات مسيرة لي ويكشف عن مفاجأة وقال إن وجود مسلسل جعفر العمدة الجزء التاني في الموسم الرمضاني المقبل مش مؤكد إحنا شغالين على جعفر الجزء التاني لكن لسه لم نحسم موعد طرحه سواء في رمضان 2024 أو رمضان 2025 رمضان كما يقال في تصريحاته احتمال اخو بريك سنة في 2024 والمسلسل ينزل 2025 واحتمال برضو ما خدش بريك ويكون الموضوع قاصي شوي علي لكن الفنانة هلا صدقي حسمت الجدل على المسلسل وقالت عن وجود جزء تاني مفيش جزء تاني يمكن تقديمه في رمضان المقبل ومن المحتمل كمان إنه ما يكونش في جزء تاني للمسلسل لإنه حتى الآن كل ما يتردد مجرد أقويل كمان تسببت هلا صدقي في حالة جدل بعد تصريحاتها عن رمضان والتشابه بينه بن أحمد زكي وقالت في تصريحاتها إن شخصية رمضان مختلفة حرام يتم مقارنة تاريخ كبير وقديم ومليون نوعية بشاب لم يمثل كل الأعمال ولا يمكن مقارنة أحمد زكي بأي ممثل ده مدرسة وده مدرسة تانية خالص هلا كمان اتكلمت عن نجاح المسلسل في الجزء الأول وعن شخصية صفصف اللي قدمتها في العمل وقالت صفصف نموذج المرأة المصرية لما كنت في الجونة أو أخرج أي مكان بلاقي الأطفال الصغيرة حوالي كنت بتحول لماما نجوة ودي حاجة قريبة من قلبي وكنت بحس بسعادة كبيرة لما تجيلي طفلة صغيرة وتقول لي صفصف ده السر ورا حب الجمهور للشخصية لإني أظهرت صورة المرأة الحقيقية اللي مهما كانت درجة تعليمها بيكون الشبشب صديق لها واللي تقف في ظهر ولادها واللي بتحب جزها ومخلصاله رغم وفاته لكن يا طرى بعد تصريحاتها لصدقي ممكن تتفاجئ بوجود جزء تاني من المسلسل الفترة اللي جاية وهل ممكن يحقق نجاح كبير زي اللي حققوا الجزء الأول خلونا نشوف